الدكتورة فاطمة سيدة أحمد الكاتبة الصحفية الكبيرة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني دكتورة فاطمة أهلا بيك أهلا بيك شرفاني كالعاد الله يخليك نهاردة الصبح كنا في المعرض وكنا سعداء كنا فاخرين سعداء بلالة المعرض إيه؟ هذا التوقيت لا أنا حتكلم مع المعرض بأسر راجعي شوية يعني أنا الحقيقة كنت في نص التسعينيات كده كان بدأ معرض إيديكس تتبنى دولة الإمارات أو يقام على أرض دولة المجال وأنا الحقيقة كمحررة عسكرية كنت يعني ببقى زعلانة جدا إزاي غيرة وطنية يعني محمودة محمودة إزاي إحنا أكبر جيش إزاي إحنا أكبر دولة إزاي إزاي أكتر دولة عندها تجارب عسكرية وحربية وما يبقاش عندنا هذا المعرض وقدت فكرة في 2002 عملت حوار مع رئيس هيئة التسليح وسألته السؤال ده مباشرة تانية ليه ما نعملش إيديكس عندنا حقيقيا وقال لي أتمنى ولكنها المعارض والفاعليات الدولية بتعتمد على قيادة السياسية وعلاقتها بالدول الخارجية ما هيش بتبقى مجرد شركات أنت بتروح تتفق معايا يعني دين بالذات الحاجات العالمية عايز إرادة سياسية عايز ده علاقات سياسية قيادة سياسية كلها علاقات بالعالم وبالدول ومؤسرة وبتقنع إن إحنا نقدر نقيم ده على أرضنا ونعمل صفقات الحقيقة أنا بشكر الرئيس السيسي لأنه هو عمل لنا حاجات كتير عالمية على أرضنا يعني بداية هو تبنى أو يعني فكرته عن منتدى شباب العالم دي كانت أول انفتاح على العالم الخارجي ومعرفتنا بإن إحنا إزاي ممكن ننظم فاعلية كبيرة جدا على أرضنا يعني ينضم لها كل شباب العالم إنما في قمة المناخ اللي هي كوب 27 حقيقة اللي كانت في شهر من الشيخ العام الماضي دي كانت أول اختبار حقيقي لتبني مصر مثل هذه الفعليات العالمية يعني ده كان أول زي ما قلوك كده يعني بس هو كان سابقها بسنتين نسختين بتاعة إيديكس يمكن شوية الناس ما بتقفش عند المعارض العسكرية لأنها متخصصة إنما أنا الحقيقة بقف عندها مش كمتخصصة إيديكس بيقام على أرضك الشركات والضيوف ومن يأتي ليعقد الصفقات بيجري برضو نوع من السياحة داخل مصر فإنت من ضمن الأشياء اللي أنت بتقدمها في طلبك لأنه يقام على أرضك مثل هذه المعارض العالمية المهمة أنه أنت بتقول إن أنا مش مجرد معرض هيقام على أرضي لأ ده أنا أرضي فيها سياحة أسرية فيها سياحة رياضية فيها سياحة تمريدية فيها سياحة يعني عندنا أنواع شتى سياحة ثقافية سياحة المؤتمرات سياحة يعني عندنا مجموعة من الفعليات اللي هي تقدر تصاحب أي عمل عالمي بيقام على أرضك لأنه هو مش بيبقى مجرد معرض بس بيقام إنما لازم اللي جاي ده عايز يشوف البلد دي ويشتري منها حاجات ويتفرج على أهم يعني ما يمكن أن يميزها عن الدول الأخرى فإيديكس مش مجرد معرض سلاح فقط لا هو انفتاح على السياحة المصرية بكل أنواعها لكن أنا فخورة بأنه معرض عسكري سلاح تسليح ندوات عسكرية بتقام يعني الحقيقة ده فخر لأي مصري ده النسخة التالتة معناها أن إحنا نجحنا على مدار النسختين السابقتين في أن يبقى لنا ما يجعلنا قادرين على أن يطلب مننا أن نعمل مرة واثنين وتلاتة وأتمنى أنه يستمر زي فعليات كتيرة بتستمر على أرضنا عسكرية زي البرائتستار منورة الكونية اللي بقالها حوالي 40 سنة يعني أرجو أنه يبقى فعلا إحنا فخورين بكل ما يطم على أرضنا وبنشكر القيادة السياسية أنها جابت لنا إيديكس اللي أنا كنت بتمنى من منتصف التسعينية النهاردة سيد الرئيس هو بتجول في المعرض كان فيه ثلاث حاجات لفتوا نظري أنا شخصيا رجمت الصواريخ المصرية 100% اتنين طائرة مسيرة أو بدون طيار مصرية 100% ثم الفرقاطة اللي شفناها دي أهم حاجة بقالية سجم جبار دي اللي هي الفرقاطة اللي إحنا تعاون مع فرنسا ده توطين للصناعة وتعمق للصناعة وأصبح المصريين قادرين على تصنيع أسلحة أيضا يمكن تصديرها للخارج ده دلالة على إيه؟ بص هو يعني المصريين قادرين على التصنيع العسكري من زمين ودائما نحارب زي حاجات كتيرة كده لما بنبقى يعني ماهرين فيها وبنعملها بقلب ويحبطونها فيه فيقول لك اوقفوا المصريين حتى أنا كنت بقى عمل موضوعات كده عن الدبابة المشيرة بغزالة جاب التوكيل بتاع أن احنا نجم معها ونصمحها فكان احنا يعني اكتزنا نوع من المعارك فظيعة يعني وقالونا حولوا بقى خط الانتاج وانتجوا جرارات لا اعملوا مش عارفة إيه يعني كانت أمريكا بتحط عرقيل ليس لها مسيل وحتى كنا احنا ما أنتجنا عدد من الدبابات حوالي 555 منها كان جزء يجب أن يباع لدول الخريج بموجب هذا الاتفاق إلا أنها راح تبايع لدول الخريج اللي هو المفروض المتطور الجيل التاني علشان ما يشتروش مننا الجيل أولاني وإنما احنا الحقيقة اتخذنا عليها تعديلات وتحسينات وفي حاجات كتيرة الحمد لله اتباعت إنما احنا قدرين على التصنيع وإحنا عندنا المصانع الحربية وحتى دايما بقول قلت لسا بقول لولادي الإعلاميين وأنا بجيوم المحاضرة إنه هو يمكن فيه ناس بتطلع تقول لك يعني ايه المصانع الحربية تنتج بوتجازات فهو الحقيقة المصانع الحربية بتبقى لها كسافة في الإنتاج في وقت الحرب بتنتج الزخيرة بتقوم بالصيانة بتقوم بالإحلال والتبديل بتبقى شغالة أما بيجي ما بيبقاش في حرب وبتبقى العمليات العسكرية بتاعتك في حدود المنورات وتدريب نفسك على السلاح اللي عندك وإنك يعني تبدي تجربه كل فترة هل هو ماشي ولا يحتاج إلى صيانة ولا هو لازم أنا أستخدمه بالطريقة الفلانية فأنت بيبقى عندك المصانع ده هي مش كلها شغالة فإنت بدل ما تعطل المكينة اللي بتنتج فهي المكينة دي مثلا بتنتج ألواح مثلا ألمونيوم أو صلب اللي هي الحاجات اللي بتصنع منها المدرعات والزخيرة فإنت بتستخدم علشان ما توقفش هذه المكينة بتستخدمها في صناعة بعض الأشياء اللي هي بيدخل في المكون بتاعها الحاجات اللي بتستخدم في المكونة السلاحة وبالتالي أنت بتكسب حاجتين أنه ما يحصلش نوع من يعني طبطيل المكينة أو يعني ركودها أو أن دي يتسبب في أنها تبقى مش فعيلة وقت ما احنا نبقى محتاجين لها وفي الوقت نفسه أنت بتجيب يعني تمن الصيانة بتاعتها من المنتج اللي هي بتنزله السوق لخدمة المجتمع المدرعي